أكيد كلنا يعني ممكن نروح شارع صالح سالم يعني كلام ده سواء بالنسبة لسكان القاهرة أو بعض المحافظات ممكن رجليهم تاخدهم ويروحوا شارع صالح سالم هناك الساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتكتب دايماً كده بالأرقام عدد المواليد يعني أنت لو جبت كورسي وقعدت هتلاقي فيه كل ثانية تقريباً بتلاقي فيه مولود أو كل ثانية فيه مولودين بينزلوا فيه رقمين بيزيدوا يعني كشف طبعاً عدد السكان في مصر بالداخل بالأمس وصلوا المية وستة مليون وسبعمية وخمسين ألف نسمة الرقم ده نتيجة زيادة قدرها سبعمية وخمسين ألف في متين وستة يوم فقط بعد ما كان عدد السكان مية وستة مليون نسمة في فبراير اللي فات طبعاً الزيادة السريعة دي بتبين حجم التحديات اللي بتواجهها الدولة في مجال التخطيط والتنمية منها طبعاً لازم ناخد بالنا أن زيادة في عدد السكان بتأثر بشكل كبير على مختلف جوانب الحياة في مصر توفير بقى خدمات أساسية تعليم صحة تحسين بنية تحتية تطوير مدن كل ده بيتأثر طبعاً بالزيادة السكانية عشان كده أهمية متابعة الأرقام دي بتكون في القدرة على التخطيط السليم للمستقبل علشان مع زيادة الساعة السريعة دي التحديات بتجبر الزيادة بتبقى سريعة وانت واقف في الإشارة بتاعت صلاح سالم دي انت باش عارف تعد دور الساعة تقعد شو صدق نفسك ده عقرب السواني ولا ده عقرب المواليد لو فيه بس شوية زحمة كده يعني بيخليه حدي تسلى هو عملي هو بيهد في الأرقام لكن المدن الكبيرة ومنك بتكلم على الخدمات والتخطيط المدن الكبيرة بتستقبل أكبر عدد طبعاً من السكان وفقاً للأرقام محافظة القاهرة بتتصدر القيمة بأعلى عدد سكان بتيجي بعدها محافظة الجيزة وبعدها محافظة الشرقية التوزيع دي بهذه الزيادة بتؤثر بكل تأكيد على توفير الموارد والخدمات وكمان بتحط ضغوط إضافية على المدن الكبيرة طبعاً الجهود المبزولة لمواقبة النمو السريع في عدد السكان بتعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للناس وبالتالي لازم نكون على دراية بالتحديات دي وكمان نساهم في موجة أثرها عشان نقدر نحقق التنمية المتوازنة في جميع أنحاء الجمهورية مرة تانية بنصبح لحضراتكم صباحكم زي الفل صباح الخير يا مصر